الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا لكم تيسيرا في أموركم وأن يبارك لكم في جميع أحوالكم وشؤونكم كما أسأله جل وعلا للجميع علما نافعا وعملا صالحا ونية صادقة خالصة وبعد نبتدئ بإذن الله عز وجل هذا اليوم بقراءة كتاب الوتر من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته والأصل في كلمة الوتر أن تقابل الشفع فالوتر الأعحاد والشفع الأزواج والمراد بالوتر الصلاة التي يصليها الإنسان في ليله على عدد آحادي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء وقال صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن وجماهر أهل العلم على أن الوتر مستحبة على أن صلاة الوتر مستحبة وليست بواجبة وهذا مذهب لأمه مالك والشافعي وأحمد يستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة يستدلوا عليه بما ورد في حديث طلحة أن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب من الصلوات فقال خمس صلوات في اليوم والليلة واستدلوا عليه أيضا ببعض الآثار المجتملة على أن الوتر ليس بحتم كما ورد ذلك مرفوعا وموقوفا على الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذهب فقهاء الحنفية إلى أن الوتر واجب وتلاحظون أن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب ويجعلون كل منهما لازمة لكن الفرض ثبت بدليل قطعي والواجب ثبت بدليل ظني ويستدلون عليه بالأوامر التي وردت في الأحاديث كقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء وقوله أوتروا يا أهل القرآن وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوتر على أهل القرآن الذين يقومون بالليل ولعل القول الأول أرجح فإن النصوص دلت على عدم لزوم صلاة الوتر وعدم تأثيم تاركه ولا يحسن بالإنسان أن يترك صلاة الوتر لعدد من الأمور أولا كثرة أجرها وثوابها فالركعة للوتر خير من الركعتين لغيرها وثانيا للخروج من الخلاف الوارد في ذلك وثالثا للتأكيد المتكرر في النصوص للترغيب في هذه الصلاة ومن هنا فيحسن بالإنسان أن يصلي صلاة الوتر وقد قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ومن أوسطه ومن آخره وانتهى ويتره إلى السحر والسحر هو السدس الأخير من الليل وقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة فلعلنا نستمع لبعض الأحاديث التي وردت في كتاب الوتر من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى فليتفضل القالة بارك الله فيه ووفقه لكل خير الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري وعن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته فقال عبد الله بن عمر أين كنت قلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقلت بلى والله قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير وقال نافع كان ابن عمر يصلي على راحلته أينما توجهت يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائد ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة هذا الحديث من أدلة الجمهور على عدم وجوب صلاة الويتر قالوا فإن الصلوات المكتوبة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل فيصليها على الأرض قائما راكعا ساددا والنوافل يصليها في أسفاره على راحلته قد كان يصلي الويتر على الراحلة مما يدل على عدم وجوب صلاة الويتر خلافا لفقهاء الحنفية وفي الحديث جواز أداء صلاة الويتر على الراحلة وقد ورد في بعض الأحاديث تقييد صلوات النوافل على الرواحل بالأسفار ولذا رأى الجمهور أن النوافل لا تؤدى على الراحلة إلا في السفر قد قال طائفة بأنه يجوز فعلها في الحضر على الرواحل ومنشأ الخلاف في هذا هو مسألة هل الفعل النبوي يحمل على أقل أحواله أو يحمل على جميع أحواله الحديث فيه أنه كان يصلي النوافل على الراحلة فحينئذ هل نحمله على أقل أحواله فنقول هو خاص بالسفر كما ورد في أحاديث أخر أو نقول بأنه يشمل أيضا صلاته في الحضر وقوله كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فيه ما كان شأنهم عليه في أسفارهم من الاجتماع في السفر وعدم انفراد الإنسان بنفسه في سفره وفي الحديث قال فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت مما يدل على أن من المستقر عندهم انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر فإذا أذن المؤذن الذي يؤذن على وقت الفجر فيكون وقت الوتر قد انتهاء وذلك أن الوتر بالليل وأذان الفجر من النهار وليس من الليل وقوله ثم لحقته فقال ابن عمر أين كنت فيه سؤال الإنسان عن صحبته ومن معه وتفقده لأحوالهم فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وفي هذا مشروعية الاكتداء في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الرخص وفيه أن الأفعال النبوية حجة يعمل بها ويسار على طريقتها فقلت بلى والله فقال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير ووتره على البعير لأنه مركوبهم في ذلك الزمان ففي زماننا الحاضر إذا أراد الإنسان أن يتنفل على الرواحل من السيارات أو القطارات أو الطائرات في سفره جاز له ذلك حتى ولو كان هناك مكان يمكن أن يصلي فيه النافلة فهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يسقط القيام في هذه الحال فنقول أصلاً النوافل يجوز للإنسان أن يؤديها وهو جالس حتى ولو كان في حضره ولو لم يكن عنده سفر وقال نافع كان ابن عمر يصلي على راحلته أينما توجهت فيه أن المسافر إذا صلى النوافل على الراحلة يتوجه إلى الجهة التي يقطعها في سيره ولا يلزمه حينئذ أن يتوجه إلى القبلة وفي هذا تخصيص للآيات القرآنية الواردة بوجوب استقبال الكعبة في الصلاة بمسألة النوافل التي تؤدى على الرواحل وهذا يشمل ما كان في تكبيرة الإحرام وما كان في أثناء صلاته فلا يلزمه عند تكبيرة الإحرام أن يتوجه إلى جهة الكعبة وقوله يومي ويماء فيه أن من صلى على الراحلة في سفره صلاة النافلة فإنه يشير بركوعه ويشير بسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يلزمه أن يسجد على ما أمامه أو أن يركع على ما أمامه في أثناء صلاته ومثل هذا من لم يجد مكاناً يؤدي به الفريضة قائمة وخشي من فوات الوقت فإنه يفعل من أركان الصلاة ما استطاعه فإذا كان يستطيع القيام لزمة وإذا استطاع الركوع والسجود لزمة فإن عسر عليه شيء من ذلك أو ما إليه إيماء وفي الحديث أن المسافر يستحب له أداء صلاة الليل فالمسافر لا يصلي السنن الرواتب التي تكون مع الفرائض لأن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا في السنن الرواتب أما بالنسبة لصلاة الليل فإن المسافر يستحب له أن يصلي بليله إن لم يشق عليه كما هو الشأن بالنسبة للمقيمة وفي الحديث أيضا قال إلا الفرائض الأصل في الفرائض أن يؤدى فيها ما استطاع الإنسان من أركان الصلاة ولا يترك منها ركنا إلا إذا عجز عنه وفي الحديث أيضا أن الإنسان إذا تطوع بأنواع الصلوات النوافل في السفر وفي غير حال الحضر فإنه يجوز له أن يتنفل على الراحلة قبل أي وجه توجه في جهته ولا يلزمه أن يتوجه إلى جهة الكعبة نعم سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح قال نعم قد كان القنوت في المغرب والفجر قيل أوقنت قبل الركوع أو بعده قال قبل قبل الركوع عند فراغه من القراءة قيل فإن فلانا أخبر عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا حين قتل القراء يدعو على رعل وذكوان إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنوا لحيان فزعموا أنهم أسلموا واستمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم فبعث خال أنس أخا لأم سليم رضي الله عنهما في زهاء سبعين رجلا من الأنصار إلى بني عامر قال أنس كنا نسميهم القراء في زمانه كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل بعثهم إلى قوم من المشركين دون أولئك وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل وكان قد خير بين ثلاث خصال فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف فطعن عامر في بيت أم فلان فقال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل بني فلان ائتوني بفرسي فمات على ظهر فرسه فعرض للقراء هؤلاء وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة فغدروا بهم وقتلوهم قال أنس لما قدموا قال لهم خالي حرام بن ملحان أخو أم سليم رضي الله عنهما أتقدمكم كونوا قريبا حتى آتيهم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا وإن قتلوني أتيتم أصحابكم فتقدم فقال للقوم والله ما إياكم أردنا إنما نحن مجتازون في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنوه فجعل يحدثهم فبينما هو يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فأتاه من خلفه فطعنه فأنفذه بالرمح قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه فقال الله أكبر فست ورب الكعبة ثم مالوا على بقية أصحابه فلحقوا الرجال فقتلوهم إلا رجل أعرج صعد الجبل قال همام وأراه آخر معه فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم قال أنس أنزل في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآن قرأناه فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم نسخ بعد فقانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في الصبح يدعو عليهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين غداة على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة يدعو على أحياء من العرب من بني سليم رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله وذلك بدء القنوت وما كنا نقنوت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه وما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم وسئل أنس أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة قولها في هذا الحديث سئل أنس بن مالك عن القنوت أنس بن مالك صحابي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه عشر سنين قال سئل أقنة الأصل في القنوت طول القيام كما قال تعالى وقوموا لله قانتين فهذا هو الأصل في هذه اللفظة وقد ورد خلاف في القنوت بعد القنوت بعد الركوع هل هو مشروع أو لا فقال طائفة من أهل العلم بأنه يستحب القنوت بعد الركوع في صلاة الفجر كما هو مذهب طائفة من الأئمة كالشافعي وقال به بعض المالكية وقال آخرون بأن القنوت بعد الركوع في الفجر خاص بأن وازل كما هو مذهب فقهاء من التابعين وبعض الحنفية وكما هو مذهب الإمام أحمد ومن أدلتهم حديث الباب فقيل لأنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح فقال نعم أي أراد أنه كان يطيل القيام بالقراءة قبل الركوع كما قال جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فقال قد كان القنوت في الفجر وفي بعض ألفاظ الحديث في المغرب والفجر ومن هنا قال بعضهم بأن القنوت النوازل يكون في هاتين الصلاتين قيل أوقنت قبل الركوع أو بعده فقال قنوت قبل الركوع عند فراغه من القراءة أي ينتظر قليلا قيل لأنس فإن فلانا أخبر عنك أنك قلت قنة بعد الركوع وفي هذا مراجعة الفقيه فيما ينقل عنه من الأقوال الفقهية من أجل التثبت فيما يحكى عن الفقهاء فقال أنس كذب أي قد نسب إلي حديثا لم أقل به إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا وهذا القنوت هو قنوت النوازل فإذا نزلت نازلة على أهل الإسلام وكانت تلك النازلة من الشدائد التي يخشى على أهل الإسلام منها شرع قنوت النوازل قال حين قتل القراء فإن طائفة من الصحابة كانوا يعرفون بإسم القراء وكان لهم مكانة ومنزل وكانوا يسكنون المسجد فأرسلهم نبي صلى الله عليه وسلم مددا فقتلوا رضي الله عنهم فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يدعو على القبيلة التي قتلتهم وهي قبيلة رعل وذكوان قال في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل يعني قبيلة رعل وقبيلة ذكوان وقبيلة عصية وقبيلة بنو لحيان فزعموا أنهم دخلوا في الإسلام واستمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له بأننا أسلمنا ونحن بين قوم كفار مشركين وإننا نخشى منهم وإننا نريد أن ترسل إلينا من يعلمنا القرآن ويعيننا ويكونوا معنا وفي هذا مشروعية بعث المعلمين الذين يعلمون الناس كتاب الله ودينه وفيه أيضا مشروعية طلب المدد إذا خشي من العدو قال واستمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو لهم وفي لفظ على قومهم فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم فبعث خال أنس وهو أخ لأم سليم أم سليم هي أم أنس بن مالك هي أم أنس بن مالك وقال بعثهم في زهاء سبعين رجلا من الأنصار إلى بني عامر وبن عامر قبيلة تنتسب إليها القبائل التي ذكرت قبل قليل وهذه الغزوة يسميها أهل العلم غزوة الرجيع غزوة الرجيع وقال أنس كنا نسميهم القراء في زمانه أي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفيه جواز أن ينسب الإنسان إلى العلم الذي يختص به ولذا سموا القراء قال كانوا يحتطبون بالنهار فيه سعي الإنسان في الكسب من أجل أن يغني نفسه ويصلون بالليل وفيه مشروعية صلاة الليل والترغيب في أن يخص لإنسان الليل بشيء من الصلاة قال بعثهم إلى قوم من المشركين دون أولئك أي قبلهم في السكن وكان رئيس المشركين رجل يقال له عامر بن الطفيل وعامر بن الطفيل كان ينوي أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم ولذا كان يريد أن يغزو هذه القبائل حينما أظهرت الإسلام ولذلك كان عامر بن الطفيل قد بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت مخير بين ثلاث خصال يقوله عامر بن الطفيل للنبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون لك أهل السهل المدينة هو أهل السهل ويكون لعامر هذا أهل المدر أو أكون الخيار الثاني أن عامر بن الطفيل خير النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكون خليفة له والخيار الثالث أن يجمع له قبائل العرب من غطفان وغيرها فيغزو بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف فطعن يعني جاءه مرض الطاعون جاءه مرض الطاعون ومرض الطاعون يأتي فيه انتفاخ كبير في أحد مناطق البدن قال فطعن عامر في بيت أم فلان هناك امرأة من بني سلول كان عندها فجاءه الطاعون وهو في بيت هذه المرأة وحينئذ خشيا من سبة العرب وأن يتكلموا عليه ويقولوا مات في بيت هذه المرأة ولذا قال غدة كغدة البكر أي انتفاخ في البدن كأنه انتفاخ الذي يصيب الناقة بعدا كان يؤمل أن يكون قائدا وشجاعا ومنتصرا ويكون له الأمر والشان أتاه هذا المرض الذي يعجزمون بأنه يموت منه فقال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل بني سلول أو من بني فلان وحينئذ لم يرضى أن يبقى في بيتها فطلب أن يؤتى إليه بفرسه فخرج من بيتها فمات وهو على ظهر هذا الفرس قال فعرض للقراء هؤلاء يعني قبائل رعل وذكوان وعصية تعرضوا للقراء وعددهم سبعون رجلا قال وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق قد طلبهم الذين طلبوا أن يمدهم بهذا العدد وأن يستقوا بهم على عدوهم فإذا بهم يغدرون ويخططون على قتل هؤلاء القراء فغدروا وأخفروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ينتصروا فحينئذ عادت هذه القبائل بدل أن تكون حليفة للنبي صلى الله عليه وسلم غدروا به وهموا بقتل القراء الذين معه قال فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونه فغدروا بهم وقتلوهم كيف جاءوا لنصرتهم فإذا بمن ينصر يقتل من يقوم بنصرته قال فيقص أنس كصتهم يقول لما قدموا وأصبحوا قريبا من هذا المكان قال حرام بن ملحان وهو خال أنس أخو أم سليم وكان قائدا لهم قال أتقدمكم أي أصير أمامكم وأكون قريبا مني لتعلموا خبري مع القوم فإن كانوا صادقين أتيتم فأكرموكم وإن كانوا كاذبين علمتم حالهم وبالتالي تأخذون حذركم منهم قال أتقدمكم وكونوا قريبا حتى آتيهم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرئهم القرآن وإن لا علمتم بما فعلوا بي وبالتالي تتخذون حذركم منهم وإن لا كنتم مني قريبا وإن قتلوني أتيتم أصحابكم وفي هذا وضعوا الترتيبات المناسبة للقضايا التي تكون على الناس ووضع الاحتمالات الممكنة وجعلوا حل واقتراح لكل احتمال ممكن فتقدم حرام فقال للقوم والله ما إياكم أردنا نحن أتينا لنصرتكم ولم نأتي لقتالكم إنما نحن مجتازون في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم أتؤمنونني أي تجعلون لي الأمان ولا تتعرضون لي حتى أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنوه وجعلوا له الأمان حينئذ أصبح يدعوهم إلى الله ويبلغهم شريعته وفي هذا فضل الدعوة إلى الله عز وجل قال فبينما هو يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوموا إلى رجل منهم فأتاه من خلفه فطعنه فأنفذه بالرمح وفي هذا دلالة على أن من أشار بالغدر فهو غادر ومن عاون على الغدر فهو غادر يأخذ حكم الغادر فأنفذه بالرمح قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه فقال حرام الله أكبر فزت ورب الكعب لأنه مات شهيدا وفي هذا فضل من يجرح في سبيل الله أو يقتل في سبيل الله قال تعالى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ثم إنهم أصحاب حرام لما وجدوا أنهم أمنوا حراما أمنوا وإطمأنوا وبدأوا يبلغون معه فلما قتل حرام عاد هؤلاء القوم الغادرون على أصحابه فبدأوا يقتلونهم واحدا واحدا فلحقوا الرجال فقتلوهم إلا أن هناك رجلا أعرج تمكن من الحرب منهم بالصعود في الجبل ولم يتمكن أحد منهم من اللحوق به فحينئذ في نفس الوقت جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر القوم وبأنهم لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم وفي هذا فضل الشهادة في سبيل الله ولذا قال أنس أنزل في الذين قتلوا من أصحاب بير معونه قرآن قرأناه فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا هذا فيه نسخ الآيات القرآنية والنسخ على أنواع إما أن ينسخ اللفظ مع بقاء الحكم كما هنا فالحكم نسخ فالتلاوة نسخت هنا وحكمها لا زال باقيا وإما أن ينسخ الحكم مع بقاء التلاوة مع بقاء التلاوة ومن أمثلة هذا قوله جل وعلا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقة وقوله جل وعلا إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فإنها نسخت بالآيات التي بعدها لآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا والنوع الثالث أن ينسخ الحكم والتلاوة مع ومن أمثلته ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات محرمات فنسخنا بخمس فهنا نسخ اللفظ وأيضا نسخ الحكم قال فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا وفي هذا دلالة على مشروعية القنوة عند نزول النوازل ولا شك أن قتل القرى نازل عظيمة وقوله شهرا استدل بها طائفة على أن قنوة النوازل يؤقت بشهر والجمهور على أن قنوة النوازل يلحق بالنازلة فما دامت النازلة مستمرة فإنه يشرع قنوة النوازل معها وإذا انقضت النازلة توقف الناس عن القنوة وجمهور أهل العلم على أن قنوة النوازل موكول إلى أصحاب الولاية فهم الذين يفرقون بين الحوادث والنوازل التي يقنط لها والحوادث والنوازل التي لا يقنط لها وهكذا رأى طائفة أن القنوة يختص بمسجد الإمام الأعظم قالوا لأنه لم يرد أن بقية المساجد في المدينة كانوا يقنطون ولكن عدم النقل ليس دليلا على عدم القنوة ثم إن الأصل أن الأفعال النبوية يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي الحديث دلالة على أن قنوة النوازل يشتمل الدعاء على من يخشى منهم على الإسلام وأهل الإسلام وفي الحديث أيضا أن من تآمر على قتال أهل الإسلام يشرع ويجوز أن تتم تسميتهم عند دعاء القنوة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث جواز الحزن عند نزول المصائب وإن كان الأولى بالإنسان وإن كان الحزن ليس من الأمور المشروعة وإنما هو مما يرد إلى النفوس وتعجز النفوس عن رده وقد قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحذنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وفي الحديث فضل هؤلاء القراء ومكانتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث مكانة علماء الشريعة ومنزلتهم وفي الحديث دعاء الإمام على من نقض المواعيد والمواثيق وفي الحديث الدعاء على المشركين بأوصافهم وقوله هنا قيل لأنس أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام فيه التأكد من الأحاديث التي تنقل إلى الإنسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنس قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة وفيه وضع التحالف بين أهل الإسلام بما يتضمن ويقتضي النصرة وتأييد بعضهم لبعضهم الآخر في الخير والهدى وفيه مشروعية وضع الإخاء بين أهل الإسلام ليكون سببا من أسباب التعاون على البر والتقوى بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير جعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يبارك فيهم وأن يردهم إلى دينه رداً حميداً ونسأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمور المسلمين لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح ونسأله جل وعلا لولاتي هذه البلاد صلاحاً وسداداً وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين تسليماً تسليماً شكراً للمشاهدة